صباح الخير على كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان ومتابع يومية الأهم الموضوعات المتصدرة للمشهد خلال الساعات الأخيرة واللي ممكن تكون فاتتكم هنبدأ مع حضرتكم على طول مع الموضوع اللي بيتكلم فيه الجميع وهو حالة الطقس من مبارح بالليل والكل ملاحظ وجود انخفاض في درجات الخرارة وموجة من البرد بدأت يعني الجميع يحس بيها ويشعر بيها ودلوقتي الكل بيسأل نهاردة حالة الطقس هتبقى عاملة ازاي وهل هنشوف أمطار ولا لا حياء ان الامطار يعني اكيد هي موجودة بتأكيد من هيئة الارصاد الجوية اتكلمت عن ان حالة طقس اليوم بتقول ان الامور هتبقى اكتر استقرارا وكمان هنشوف ارتفاع نسبي في درجات الحرارة لكن كمان قالت انه مع بداية ساعات الليل ممكن نشوف امطار خفيفة على السواحل الشمالية وانخفاض من جديد في درجات الحرارة ازا الامطار لسا مستمرة لازم ناخد بالنا ونروح للفنانة شابة هند عبد الحليم محور حديث ناس مبارح بالليل وده بسبب تصريحاتها في لقاء تلفزيوني قالت فيه ان قسرتها ما كانتش مستوعبة ابدا فكرة عدم وجودها في البيت بعد الزواج لدرجة ان لما كانت بتزور باباها وممتها بعد الزواج وتيجي ماشية والدها بيقول لها انت رايحة فين طبعا صعب جدا يعني اعتقد كل بنت بتحس بالموضوع ده مع بداية الزواج كمان هند عبد الحليم اتكلمت عن فترة ما قبل زواجها وتكلمت عن فرحها اللي طبعا اتصدر ترند وقتها لانه كان فيه ذروة انتشار ويروس كورونا وقالت ان الاصعب من مغادرة بيت اسرتها وزواج هو انها كانت بتفكر ازاي اصلا تفتحهم في فكرة ان فيه شخص عايز يتقدم لها ولكن اكدت ان والدتها كان ليها دور كبير جدا في اتمام الزواج هنروح لترند موجود بشدة على السوشيال ميديا وكل منصات السوشيال ميديا من مبارح وهو اسم لاعب الاهلي كهرباء واللي اتعرض لايقاف عن المشاركة مع الفريق لمدة شهر مع غرامة قدرها 200 الف جنيه الناس كتير بدأوا يسألوا عن السبب اللي عرض اللاعب للعقوبة دي واليوم السابع عرف التفاصيل وقال ان السبب هو حديث اللاعب مع بيتسو موسي ماني المدير الفني للفريق بشكل غير لائق بسبب عدم مشاركته كاساسي في مباراة الاهلي الاخيرة في الدوري كتير من جمهور الاهلي بدأ يتكلم الحقيقة عن ان كده فيه قلق من كهرباء انه يكون مثير للمشاكل بعد ما كان وعد اكتر من مرة ان المشاكل دي مش هتصدر منه مرة اخرى داخل اسوار القلعة الحمراء لكن يبدو ان الامر بياخد مجرى مختلف نختم ترنداتنا معاكم النهاردة باسم اللاعب المتقلق مؤخرا ضمن صفوف جالتا سراي التركي مصطفى محمد تابعنا كلنا تقلقه خلال المباريات الاخيرة له مع الفريق والاشادة في كل مكان بعد احرازه الاهداف لكن مبارح كان اتعرض مصطفى محمد لطرد مباشر في مباراة فريقه امام انقرة واللي اعتبرها جمهور جالتا سراي ليلة سيئة الحظ بالكامل للفريق طبعا نتمنى التوفيق لكل اللاعبين المحترفين في الاندية خارج مصر وكده نكون استعرضنا مع حضراتكم ابرز الترندات النهاردة استنونا في كل جديد من تلفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء